السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير يا رب النهاردة بازن الله هنخزن مع بعض الطماطم لرمضان كل سنة وانتوا طيبين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفاقدين اللهم امين يا رب العالمين هنخزنها مع بعض وكمان الطماطم اليمون دول حلوة وزي العسل وكمان سعرها حلوة قوي هنفرزها تنفع للمحشي وللفتة وللخضار تنفع لأي حاجة تقدر تستخدمها شايفين شكلها عامل ازاي هنشيل بقى الجزء الاخضر اللي فيها ده زي ما انتوا شايفين بالسكينة كمان تستخدمها بقى لأي حاجة بإذن الله هتعجبكوا جدا تابعوا ورايا الفيديو وان شاء الله هيعجبكم يلا حط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش كمان علشان يوصلك اشعار بكل جديد ويلا بينا نسمي بالله ونصلى على الرسول وندخل على الفيديو على طول ونشوف طريقة التحضير اول حاجة هنسمي بسم الله وعندي بقى تمانية كيلو من الطماطم زي ما انتوا شايفين كده الطماطم زي ما قلتلكم سعرها كويس جدا في السوق تقدر تجيبها دلوقتي اليومين دول وتقدر تخزنها الرمضان عندي بقى الطماطم انا غسلها كويس زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى اشيل الجزء اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده وانضفها كويس اهو لو فيها اي حاجة اقدر اقطعها اه بسكينة زي ما انتوا شايفين كده انا جبت الطماطم ميا وشلت منها البتاع الخضرة اللي انتوا شايفينها كده اه بسكينة وبعدها كده هقطعها بقى كويس لازم تجيب الطماطم تكون كويسة ما تكونش حاول ان هي ما تكونش مكسورة علشان الطماطم بتاعتك ما تبقاش حمضانة وتبقى طعمها مش حلوة قوي فانت تجيب الطماطم بتاعتك تكون سليمة كويس زي من تشايفين كده وما فيهاش اي حاجة غسلها بس يدب الميا وما فيهاش اي حاجة هاشيل بس الكطع اللي فوق الخضرة دي زي من تشايفين و هنقطعها في الحل زي من تشايفين تقدروا تسيبوها بحلها كده عادي ما فيش مشكلة لو مش حابين تقطعوها زي من تشايفين كده الطماطمية لازم تكون كويسة جمدة كده زي ما انت شايفين كده ما تجبهاش لا مستوية ولا مكسورة ولا مشروخة اي حاجة فيها بصراحة لما الطماطم تكون سليمة بتدي طعم حلو كده ما تبقاش حمدان وارفها اي حاجة خالص يلا بسرعة الحقيق خزيني كده الرمضان كل سنة وانتو طيبي كمان لو مش حابة تشيل البتاع الخضر اللي فوق دي عادي مفيش مشكلة خالص كده كده هنصفيها مع بعض وكل ده هينزل في المصفى انا هصفيها بعد ما تتسلق معنا هنا بقى بعد ما قطعت الطماطم عندي بقى واحدة من البنجر كده تقدر تقطعها حتت زي ما انتو شايفين كده بعد كده هضيف على الطماطم بتاعت كوباية بس من المياه علشان الطماطم ما تلزقش في الحلة من تحت هنعمل ايه دلوقتي ونروح على البتجاز ونحطها بقى على البتجاز كده في البداية كده نحطها على نار هادية خالص ونسيبها نغطيها بقى مع نفسها كده لحد ما تتسلص معنا كده وتبقى حلوة زي ما انتو شايفين كده اهو بعد ما بدأت تغلي اهي معنا هنقلبها علشان ننزل اللي فوق تحت واللي تحت هيطلع فوق كده نقلبها تقلبها كويسة زي ما انتو شايفين اهو البنجر فايدته انه بدي لون حلو كمان بدي كيمة غزائية حلوة فايده حلوة قوي فقلنا نحطها لو مش حابة تحطي وعايزة تحطي بابريكا برحتي خالص زي ما انتو حبا انا مش هحط اي حاجة خالص هو البنجر بس بصوا بقى الطماطم دايبة ايه وتهرت معايا بالشكل ده وبعد ما سبتها حوالي نص ساعة زي ما انتو شايفين كده اهو سبتها اهو وهقلبتها وتهرت معنا واستوات خالص وتنهرت بالشكل دو شايفين شكلها بقى عامل ازاي هنا بقى الطماطم اتهرت معنا هيا هنطفن عليها النار علشان نضربها بقى في الخلاط او في الهند بلندر هنا بقى هنبدأ بقى نجيب شفشة الخلاط علشان نضرب الطماطم في الخلاط الطماطم بتاعتي اهي اتهرت كويس اهي هنجيبش اهي شفشة الخلاط حابة تعملها في الكباب راح تخالص اه وهبدأ بقى احطها في شفشة الخلاط كده ونضربها كويس وهنبدأ نشيل بقى البنجر من الحلة زي ما انتو شايفين كده هنشيله مش هنضربه في الخلاط ولا حاجة زي ما انتو شايفين كده هنحط بقى في الخلاط حابة حابة كده ونضربهم في الخلاط اه حابة تعمليه في الكباب او في الهند بلندر براحتك خالص زي ما انتو حابة بس انا بصراحة مش متوفر عندي هند بلندر فانا هعملها في الخلاط زي ما انت شايفين كده هضربها حاولة تفرموها كويس علشان تنعم معاك التماطم كده وهنجيب بقى المصفى بتاعتنا ونبدأ نصف التماطم علشان نشيل التفل او اي شوائب فيه التماطم زي ما انت شايفين كده هبدأ اصفيها علشان انا مش عايزة فيها البزر بتاعي التماطم ولا فيها اي حاجة تمام كده صفنا اهو هنا كده بنصفيها كويس واقول لك ازاي تفرزيها في الفريزر في اكياس التلاجة بقى تصفيها اهو زي ما انت شايفين شايفين اشر التماطم تطلع منها كمية كبيرة فيه ناس ما بتحبش تصفيها بس انا بحب اصفيها لان الاشر ده غلط على المعدة تقدر تصفيها الاول فيه ناس ما بتحبش تصفيها هبدأ بقى برضو بنفس الكمية كده بنفس الطريقة هبدأ احط في شفشق الخلاط وهنضربهم في الخلاط كده وبعد كده هنصفيهم كده بنفس الطريقة نبدأ بقى نشيل البنجر بقى اللي فيه الحلة كله علشان ما يجيش في الخلاط انا مش بحب اضربه معا الطماطم انا خلاص انا اخدت اللون بتاعه والكيمة الغذائية اللي في البنجر اه فمش محتاجة بقى برمي كده هنبدأ بقى نصفيه اهو زي ما انشايفين الطماطم بعد ما دربتها في الخلاط في المصفى تقدر تصفيها كده بالشكل دوان هخلص بقى هخلص بقية الكمية الطماطم هضربها وهرجع لكم تاني علشان الفيديو ما يطولش عليكم وهنا بقى بعد ما فرمت الطماطم في الكابة او في الخلاط بعد ما ضربتهم كده زي ما انشايفين وصفتهم شايفين شكلها عامل ازاي وكاومها حلوة قوي في الوقت ده تقدر بقى تعبيها في الاكياس اكياس تلاجة او حابة تحطها في برطمونات برضو براحتك خالص حابة تحطها في علب بلاستيك زي ما انت حابة عندي بقى اكياس تلاجة هبدأ اجيب اكياس تلاجة كده وبالمج كده او بالكرنيب اي حاجة تقدر تعبي فيها الاكياس زي ما انت شايفين كده او زي ما انت شايفين هنبدأ بقى ايه نعبيهم بالشكل دوان ونقفل الكيس عليها انت بقى عايزة تعب كتير عن كده في الكيس على حسب بقى اعداد اسرتك حبة تزاودي براحتك خالص زي ما انت حبة انا بحب اعمله على قد الاكلة بالضبط علشان مايفدش معي انا باخد كيس عايزة تزاودي بقى بتاخدي كسين مع بعض زي ما انت حبة هبدأ بقى اعبيهم بالشكل دوان كده بعد ما نعب الأكياس بتاعتنا هندخلها بقى في الفريزر بقى تقدر تستخدمها بقى زي ما انت حبة شايفين عملنا كمية كبيرة يلا الحقيق خزيني كده قبل رمضان كل سنة هم انت طيبين اللهم بلغنا رمضان لا يفاقدين ولا مفاقدين اللهم امين يا رب العالمين هنا بقى بعد ما عبيت الأكياس ايها هدخلها التلاجة وده كان الفيديو بتاعي النهاردة بتمنى يكون عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش وكمان نستنى تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا ما تحرمش منكم ابدا ابدا ولا من كلامكم الجميل ولاكم بالمثل ربنا يجبر بخاطركم جميعا زي ما بتجبر بخاطري استنين الفيديوهات الجاي بإذن الله اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي مع السلام